بسم الله السلام وعلى الله رسول الله وآله وصحبه وعلى الله أحبه في الله السلام عليكم دائما في إطار الإجابة على أسئلة المتبعين اليوم إن شاء الله ستكلم عن تربيع السبحة سأل أحد الإخوة تربيع السبحة هل صحيح مئة بالمئة أخي تربيع السبحة فهو ليس بتربيع تربيع يعني واحد فيه تربيع كثيرة إنما هو فقط جزء من التربيع التربيع السبحة ينتمي من تربيع الحركة المتشابهة ممكن أن أكون هذا التربيع أن أحركه بيدي هكذا أو هكذا وممكن أن يحركه الجين فالتربيع السبحة قد يكون يعني تربيع السبحة قد يكون يعني فيه اشتباه بين يعني أو اختلاص بين حركة يدي أو حركة الرحانيات وغير ذلك فلا بد من التأكد من هذه الأشياء بشخص الذي يستعمل تربيع هل سبقا له أن حدد به مكان معين أو أنه ما هو تربيع السبحة بماذا يعني بأي رياضة عمل هذا التربيع هل هي رياضة يعني علوية يعني قوية أو رياضة متوسطة أو رياضة سفلية يعني هذه تربيع السبحة يعني فيها تشابك وتخارط ليس مثل تربيع تربيع المربع الأجار أو تربيع القبح والصحيح إنما تربيع السبحة هناك أينقل غالبا يعني 95% من أشخاص الذين يستعمل تربيع السبحة فهو تربيع غير صحيح إنما يكون هناك تخارط وتشارك بين حركة اليد وحركة الرحاميات والحذبات هذا كل شيء عن تربيع السبحة يعني لا يجب أن نتخل به هذا التربيع أو بتربيع السبحة إلا إذا كان من ترفي شخص متمكن هذا كل شيء إخوتي والسلام عليكم